حريرة حمضة بطريقة سهلة و سريعة مع أسرار الحرافيين كمية وافيرة بدون تعب بدون مجهود و بالمناسبة كالرحبو بالطلبية دي لكم بالنسبة للبرد خاصة الموظفات منهم في مدينة أسفي ألف 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 مرحبا بكم سمحوا لي هنا يا البخار لأنني كان طيبة معكم اولا كانت قصبة معكم من مكان العمل من فوق البطا اللي كان نخدم بها و ريحة طرعية سلام سلام والله العظيم تشهيدها لكم يلا هنبدأوا على بركتي الله حريرة صحية الرمدان للصحور وحتى للبرد لأنها تتخلينا الجسم ادينا واللي ضاقها عندي كي حمق عليها وكي عود يكون منذها يفتح يا رزاق يا مفرق الأرزاق نبدأوا بالطماطم أو ما يسمى بماطيشة ناخدوها نقسموها على جوش كيف كتشوفوا ونحيد منها هات زريعة كاملة فهذا الأثناء ناخد الكرافص اللي غدين يكون قسلتهم وضروري ما يكونوا طريين يعني لك أنا وعندك في الفريقو ما تستعمليهمش رغم ما تيجوش زوينين وف نفس الوقت كي هرسوين المضاق دي الحريرة لهذا كان نصحك أنا كيت تخضيهم دي النهار يكونوا خضرين كيف كتشوفي معايا وتكون القبطة شافية ووافية وكافية من بعد غدي نقوم بعمليات تقطعي بهذا الشكل ووالا أنا كنقطعهم غير غلاطين هكا ما كيحتاج لا ندير لك الرادة لتحاجة غير جذورة ديالهم اللي كنحاول أن نقطعهم القاقين من بعد غد الأثناء غدي نقوموا ووضع هاد الخالد ووضع هاد الخالد في واحد البول ووالا وندوز لمرحلة الموالية نقوم بران مع النوز وهو كذلك كنكون خديته ونبدأ نقطع فيه رقيق تقريبا هناك ناخد نصف قبطة نقوم بران مع النوز باش ما يتغلبش إياه الحريرة عليها الخضورة يعني باش يجيني اللون ديال الحمر ونكترش فيها نقوم بران مع النوز أنا غير نصف قبطة هنا نقوم بران مع النوز ومن بعد غدين نزوز لمرحلة الموالية ولكاس ديال العاصر كيف كتشوفوا معايا وغادي نضع فيه بصلالية غادي تكون كبيرة نقطعها ونوضعها هنا نوضع الكيلو ديالي كامل ونضيف من بعد وندوقنا نضيف القليل من الملح واحد المعلقة ديال زنجبيل او سكينجبير معلقة كبيرة دي القرقوم او الخرقوم قليل من الابزار من بعد غدي نضيف الزيد العادية نضيف على هاته المكوينة كاملة عنا ضم دي اللي بنا دي الحريرة وقد نضيف كذلك مكوينة اخر لكي اعطني مضاق ولدة الحريرة ديالي اللي هو السمن اللي بلدي لقيت وضا مثل بنا دي الحريرة ديروها ما لقيتوش ديرو واحدة حريرة واحدة سمن القرفة غدي نضيف غير واحد طريقة صغيرة وقليلة غير باش كتسخليها الجسم ديالي وكتسحت كل مضاق ووالا من بعد غدي نقوم إضافة زيد العادية كيف غتي تشوفوا معي بصورة غدي نضيف جوج معلخ كبارين عمرين ووافين ديال المركز ديال الطماطم أو ما تش الحوك نضيف القليل من الماء غير شوية مرة لأولا كيف غير تشوفوا ومن بعد غدي نقوم بعمليات الطحن ديال هاد الخليط كامل وبالكامل وبالكامل نحمص تكون ديجا مرتب نضيف جميلة نضيف جميلة مولينكس نضيف جميلة نضيف جميلة من بعد ما وضعت المكونات كاملة خليتها تطابس مزيان ومن بعد وضفت تدويرة ديالي اللي تتكون على حسب طالب الزفونة إما بالروز أو لبشارية ما ننسوش كذلك أن هنا نضفنا في الأول كاس كامل ديال هادس وهنا كنكون نضيف مطيشا ديال الحوك مرة أخرى مع دقيق ديال الشعير تحميته مزيان مع الماء ومن بعد كنت ندور به الحريرة كتجي هو الأرواع وكيني الناس اللي كي بغيوها بالبيض كنضيفه معه البيض أكيد هذي كتكون الحريرة البيضوية وتحية كبيرة لنس ديالتار البيضة كيكون معها البيض وباش شعطك ما داق أحسن وأفضل تعالي الخر وضيفيش فيه ديالقزبرون مع دونس الكرافس اللي كيكونوا متلتقينا رقاق بصحة وراحة إلى اللقاء ومرحبا بكم